أنا الطالبة نرمين محمد سلمان من مدرسة بنات الأموية الثانوية مدرسة دواحي القدس رأيي في مبادرة الموهوبون العرب أنها هي أحد المصابقات والامتحانات التي تحفز لدينا حب المعرفة والعلم وتنمي الدافعية والمسؤولية لدينا عشت حياتي قباق الطلبة مثابرة دراسيا وأحب المعرفة وأبحث عن المشاكل وأحاول أن أجد لها حلول فشاركت في مشروع الدولاب المائي وسيارة تعمل على الطاقة الشمسية بالإضافة إلى كوني طالبة نشيطة اجتماعيا ومحبة لزميلاتي أولا تم اكتشافي من قبل أمي التي هي أغلى ما أملك ثم من قبل معلماتي ومدرستي وقبل هذا وذاك من قبل نفسي فأنا أشعر فعلا بأن لدي موهبة هو ليس موقفي بل هي حياة التي أعيشها أثبتت لي أني أمتلك موهبة وما يدلل على ذلك نجاحي في امتحاني العلوم والرياضيات الذي عقدته الوزارة قدمت الامتحان في وقت قياسي وشعرت بالرضا عن ما قدمته حيث كان الكثير من المعلومات استطعت بأن أقوم بتحليلها والإجابة عن أسئلتهم وستطعت بفهم المقروء والاستدلال الرياضي والعلمي أتطلع إلى زيادة معرفتي وتثقيفي وزيادة مسؤوليتي تجاه وطني ونمى في داخلي حب الاستكشاف تم ترشيحي على أساس تميزي دراسيا في مادتي الرياضيات والعلوم فقد حصلت في مادة الرياضيات على 100% وفي مادة العلوم على 98% بالإضافة لمشاركتي المدرسية والمنهجية واللا منهجية ترشيحي يعني لي الكثير حيث تم اختياري بدلا من الكثير من الطلبة حيث أشعر بالمسؤولية لأني أمثل دولة فلسطين أحقق رؤيتي من خلال نشر موهبتي الثقافية ومعرفة آخر التطورات العلمية إذا تم اكتشافي سوف أنهي المراحل الدراسية من المدرسة والجامعة بتخصص الطب لمساعدة المرضى ثم أكمل مشاركتي مجتمعيا وزيادة المرونة العقلية من خلال القراءة طموحي القادم هو نشر خبرتي بين زملائي عن هذا الامتحان ومشاركتي في مصابقات أخرى